اشتركوا في القناة لتضاف إلى قائمة دور العبادة التي تم الإعلان عن افتتاحها وترميمها وتأهيلها في وقت سابق وبهذه المناسبة صرح مع الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن تشيد وإعمار دور العبادة كان على الدوام محل اهتمام ورعاية جلالة الملك المفدى ومتابعة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء بما يكفل إقامة العبادات بيسر وسكينة معربا عن بالغ الشكر والتقدير لكافة المحسنين وأهل الخير المساهمين في بناء وصيانة عدد من المساجد وقد تم اليوم افتتاح دور العبادة مدينة خليفة في مدينة خليفة وعلي شهاب بمنطقة الصالحية كما تم الانتهاء من مشروع الصيانة الشاملة لدور العبادة المؤمن في المنامة أبو إبهان في منطقة عذاري والاطفالة في منطقة جد الحاج والمعتصم في منطقة صدد وعين سهلان في منطقة العكر من جانبه أكد شيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية الاهتمام الكبير الذي يليه جلالة الملك المفدى لإعماره وتشييد دور العبادة وحرص ودعم الحكومة برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء لبناء وإعادة تأهيل دور العبادة مثمنا دور المحسنين من الأهالي في تعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق التكافل المجتمعي إلى ذلك ثمن سيد يوسف بن صالح الصالح رئيس الأوقاف الجعفرية الرعاية الملكية السامية التي تحظى بها دور العبادة في جميع مناطق ومحافظات المملكة من لدى جلالة الملك المفدى والدعم الحفيف الذي تطلع به الحكومة بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات الدينية ويمكنهم من إقامة شعائرهم الدينية